موسيقى هلأ بأيام الدراسة وخاصة أنه شهر رمضان رح يصدف هذا العام يمكن مع فترة امتحانات لبعض الطلاب وبعض الفئات الدراسية كتير بياكلوا هم الأهل وأيضا الأطفال إذا ما كانوا أيضا أطفال عم نقول اليافعين أيضا مرحلة النضج والمرحلة اللي بتكون حتفاصل بين الطفولة والشباب كيف ممكن بالعكس يستفيدوا من مدرسة رمضان بتنظيف من الوقت يعني دائما وقتنا عم يكون أحيانا عشوائي للأسف فيما يتعلق بكل يمكن وجباتنا الغذائية وأيضا التقيق بساعات معينة للنوم ساعات معينة للدراسة كيف ممكن نستغل شهر رمضان المبارك بما يعود بالنفع الإيجابي على التحصيل الدراسي لشهر رمضان لازم دائما نكون فيه تنظيم وهي مثل ما حكيت أنه فيه تنظيم للأكل هاي كمان شغلة كتير حلوة أنه كلها يعطون العيلة كلها خلصت بجتمع بوقت واحد فيه تنظيم لأمتى بننقعد سوى شو بننعمل شو بننساوي لما دائما الأهل يكون في عندهم هذا النظام ويعودوا الولاد عليه فبصير دائما يعني حتى لما يكبروا لما بدهم يدخلوا الجامعة يروحوا على الشغل بيكون عندهم هذا النظام ماشيين في موقف ما بيكونوا صغار ما نترك الأمور خلص بشكل عشوائي كتير مهم أنه خاصة هلأ فترة الامتحانات خلينا في عنا فترة الامتحانات الانتقالية وفي عنا العطلة اللي قبل الامتحانات للشهادات التاسعة والبكالوريا فإذا عنده هلأ امتحان فهو كتير يعني يلسه في ناس لسه عندهم مدارس عم يروحوا على المدرسة خلينا نظلم تابعين يعني أنه النام بعد العشاء يعني مثلا مسلوا الترويه النام يفيقوا قبل الاسحور يكون فيه تنظيم لهذا الموضوع لما يرجعوا من المدرسة ممكن يرتاحوا شوي يرجعوا يدرسوا شوي يعني يكون فيه مؤنة مثلا خلص رجعوا من المدرسة يحطوا راسهم يناموا لوقت المغرب تمام ويسهروا بالليل هون بقى بصير عندهم خربطة وخاصة يمكن بعد وجبة الأفطار أستاذي رهف بيأثر هذا الموضوع على حتى التركيز الدراسي لأنه معروف أنه المعدة وقت تنملة فارد دم كلياته رح يروح لعملية الهضم وبأثر هذا الشي على التركيز وعلى التحصيل الدراسي هلأ كمان كتير مهم أثناء الامتحانات ما يتقلو بالوجبة الأفطار ويكون فيه أنواع التغذية المفيدة المركزة المركزة كمان فيه نقطة تانية ما يكترو كتير من الحلويات الحلويات بتعطي طاقة مفاجئة هاي السكريات بعدين فجأة بيرد بينزل المنحنة فهون تير بدين ننتبه له بدين يكون فيه بروتينات لأنه البروتينات كتير مهمة للذاكرة دائما لما نركز أنه نحنا ناكل خلينا يعني ما نقعد في فرد قاعدة ونضلع مناكل نشرب كتير سوائل هون كمان بتنملل معيدي كمان مثل ما حكينا أنه بعض الفطور مباشرة أكيب ما حيحسن يدرس لأنه خلاص الأكسجين كله رايح على المعدة فما لفاضي أبدا يروح على الدماغ فخلاص أنه ناخدها أنه حالة من الاسترخاء بعدين في عنا الترويح ممكن يعني لبعض الفئات أنه ممكن يدرسوا مثلا ساعة بعد الفرض من ساعة 10 لساعة 11 هلأ دائما بالنسبة لخلينا نقول للطلابي اللي عم يدرسوا هلأ بشهر انقطاع بالنسبة للبكالوريا أو للتعسن وقات دائما بسألوني أنه شلون بدنا ننظم وقتنا بشهر رمضان حلو هلأ بداية خلينا نحط أنه هنه حيناموا بعد العشة تمام أو ممكن يعدوا ساعة يعني من العشر للإدعاش بعدين ع الساعة إدعاش لازم يناموا لأنه في عنا هرمان ميلاتونين فهو يفرز أثناء الليل فزمان فرز بوقته ولازم يكون فيه عتمة فزمان فرز هذا بيأثر على الجسم بيأثر على البشرة بيأثر على الساعة البيولوجية للجسم فكتير مهم أنه تكون فيه فترة النوم هاي من الساعة إدعاش لوقت الصحور بعدين بيتسحروا بيصلوا الصباح وبيعدوا هلأ موظم الطلاب البكالورية كلها هلأ مبلش متعودة أنه هي تفيه الساعة خمسة فهذا الشي حيكون عندهم إيها بشكل طبيعي الساعة البيولوجية تعودت تماما والساعة مزبوطة فإنحنا ما بدنا نخربها تماما بعدين بعد الساعة خمسة للساعة ثمانة فهون بيكون الدماغ نشيط أكل ترتاح فبالش هون النشاط تبعه فهون كتير مهم أنه لما بدنا ندرسوا المواد خلينا نقول النظرية يلي مثل علوم وطنية شي بده حفظ هون بيكون نسبة التركيز جدا عالي هلأ كمان كتير مهم أنه إحنا ما نتعب حالنا يعني ينقو ثلاث ساعات في فرد وقت لازم يكون كل ساعة ونص أو ساعتين ناخد لنا ربع ساعة أو عشر داعي بريك هلأ بعدين الفترة اللي بعدها طبعا في عنا كمان بريك بعد هاي لثلاث ساعات فتر يعني تقريبا بين ربع ساعة لنص طاعة بعدين مناخد من الساعة إيدعاش أو إيدعاش ونص هلأ نقول ثمانة ونص للإيدعاش ونص هلأ نقول مادة فيها حركة يعني مثل 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 الرياضيات شي بده حل بعدين من الساعة إيدعاش ونص أو تقريبا 12 للوحدة هاي الفترة يفضل يكون فيها قيلولة يعني حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيل بهذه الفترة وحتى بهذه الفترة بيكون نسبة الإدرينالين بالجسم علية فبديه الواحد يعمل استرخاء للجسم لحتى تريد تنزين ولما ينفرز النور الإدرينالين والإدرينالين بالجسم فبيصير فيه تعب لأنه بصير فيه إجهاد للعضلات حتى للخلايا طبعا فما بيعب ينفرز الناقل الكيميائي اللي هو استلكولين اللي هو المسؤول عن الزاكرة اللي هو بده راحة بده فترة يتراحة لازم يكون بحالة استرخاء فهي الفترة إذا منحسنوا يناموا فيها يسترخوا يعملوا تأمل يصلوا مثلا يقروا قرآن يعملوا مثلا أي شيء هنا بيعطيهم خلينا نقول طاقة روحية كثير مهمة طاقة روحية بالنسبة للطالب جدا جدا وخاصة هلأ برمضان كمان بتكون أقوى فكثير يستغل هاي الفرصة أنه هو ياخد طاقة روحية حتى تفيده لأنه هاي الطاقة الروحية بتأثر كثير على نشاط الدماغ تماما وتفاؤلوا أيضا وأملوا بإن شاء الله بالتوفيق من الله تعالى شكرا